السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اليوم مع تفسير مضامين سورة قرآنية صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى وهي سورة المعون التي نزلت في أوائل الدعوة الإسلامية ما زلنا أيها الأحباب الكرام في أوائل الدعوة الإسلامية لا زل الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء ما زلنا في مراحل مكة المكرمة والمسلمون مستضعفون والنبي الكريم يؤمر بالصبر ويحث على الدعوة وأن يعمق معاني الإيمان في القلوب يذكر بالبعث ويذكر بالنشور ويذكر بقصص الأنبياء ويذكر بالجنة والنار ويربي الأمة على الإيمان في هذا السياق نزلت هذه الصورة ورقمها في الترتيب 18 ذكرنا الصور تنزل اتباعا من العلقي إلى القلم إلى المدثر إلى المزمل الآن وصلنا إلى 18 الصورة سورة المعون يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم أراعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون هذه الصورة سمى صورة المعون يمنعون المعون سمها ربنا عز وجل صورة المعون والمعون هو بالدرجة المعن الأدوات والوسائل المنزلية والتي يحتاجها الناس فيما بينهم وتسمى صورة الدين لأنها جاء في مقطعها الأول أراعيت الذي يكذب بالدين لأن تبين حقيقة الدين ليس عبارة عن طقوس ولا عن مظاهر وإنما عن سلوك وعن ترجم ذلك لتصرفات عملية في المجتمع وتسمى أيضا بصورة اليتيم لأن فيها حث من الله تعالى لرعاية الأيتام هذه الصورة المباركة رغم قصر آيتها سبع آيات قصيرة لكن مضمونها عظيم وعظيم جدا جاءت لكي تحقق في معنى الإيمان ليس هو تلك المظاهر ولا التقوس التي قد يظنها الناس عبارة عن صلاة وعبارة عن صيام ودهب إلى المساجد ودهب إلى الحج والعمرة ولكن هناك سلوكات خاصة لابد أن يمتاز بها الإنسان ليسمى متدينا فكم من متدين ربما بالظاهر ولكن المعنى والعمق قد يكون غير ذلك وسبب نزول هذه الصورة المباركة أن المسلمين كانوا ضعفاء ومستضعفين وفقراء ويعيش بينهم الكثير من الأيتام ومن المساكين ومن المحتاجين وبالمقابل كان المجتمع فيه أناس من غير المسلمين كانوا أثرياء كانوا من أصحاب الأموال وأصحاب النفود وكانوا يتباهون بأموالهم ونفودهم ويعقدون تجمعات وتظاهرات ويعرضون على يستدعون الناس للحضور هذه التظاهرة من بعيد يستدعون أناس من بعيد ويدمنون لهم المركب والمسكن والماكل للتظاهر لكي يظهروا بأنهم قرماء وأنهم فيهم العطاء ويروى منهم كان كان العاص بن وائل وكان أبو سفيان وغيرهم كانوا ينحرون كل أسبوع ناقتين كل واحد منهم يدبح ناقتين ويجمع الناس ويتظاهر بالفخر وبالكرم وبالجود فجاء يتيم صغير عند أبي سفيان قهره الجوع فقال أريد لقمة أشد بها جوعتي فإذا بأبي سفيان يركله ركلة أمام الناس والناس لم ينتبه لم ينتبه بأن هذا الرجل الجاهلي هذا الرجل القوي صاحب النفوذ والمال قد ركل ودفع هذا اليتيم والناس كلهم في التصفيق والتطبيل وفي الغناء والطرب والأكل والشرب واليتيم هناك يبكي واليتيم هناك يشعر بأنه مشرد ولا أحد يحميه ولا أحد يفقه لحاله ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لكن رأى هذا المشهد فأنزل هذه السورة المباركة أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت أرأيت فيها استفهام وكأن الله تعالى يشوقنا للتعجب لكم أن تتعجبوا أيها الخلق أرأيت يا محمد والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن وموجه لأمة سيدنا محمد قاطبة أي خطاب موجه لسيدنا الرسول هو بالأساس موجه لكل الأمة لأن سيدنا النبي هو القدوة وهو الأسوة وكأن الله تعالى يقول له يا محمد أنظر لم تر أنت ولا أصحابك وأنا قد رأيت من فوق سبع سماوات أرأيت الذي يكذب بالدين هذا الشخص إنه يكذب بالدين إنه ينكر وجود دين وينكر وجود إله ووجود رسل وأنبياء وكتب وتعاليم وينكر أن هناك بعث ونشور وجنة والنار يعتبر كل هذه المعطيات خرافات وأساطير الأولين بعض الناس في عصرنا هذا يزعمون أن عندهم فكر حدثي وأنهم جاءوا بالجديد كلا هذا فكر قديم قبل خمسة عشر قرنا من الزمن كان أبو لغب وأبو سفيان وغيرهم أبو جهل وغيرهم يعتقدون نفس الاعتقاد ينكرون الأديان ويطالبون بالحياة طولا وعرضا أرأيت الذي يكذب بالدين من هو الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الناس كانوا يظنون بأن الذي يكذب بالدين هو الذي لا يقرأ القرآن ويهجره هو الذي لا يصوم هو الذي لا يزكي هو الذي لا يعتقد بالأنبياء والمرسلين جاء القرآن الكريم في هذه الصورة ليؤكد بأن هناك أشياء أخرى بسيطة قد تطعن في تدين الإنسان أرأيت الذي يكذب بالدين من هو الجواب فذلك الذي يدعو اليتيم إنه الذي لا يحمي اليتيم يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف أي أنه لا يستقبل بابتسامة ولا بلطف ولا برفق وإنما يهجره وإذا كلمه قال له كلاما جارحا ودفعه دفعا أنتم أكثرتوا أنتم أوليتوا في كل مكان متسولون والتسول لابد أن نقضي عليه والكل يتحدث وكأن الرزق بيديه والرزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم هو كل طفل لم يبلغ الحلم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بأن اليتيم إذا احتلم لم يصر يتيما والجارية إذا حاضت لم تصر يتيمة فالمقصود باليتيم الذي بلغ الرشد وابتلوا اليتاما حتى إذا أنستوا من الرشدات فادفعوا إليهم أموالهم ادفعوا إليهم أموالهم بعد أن يبلغوا مبلغ النكاح فاليتيم هو الطفل الصغير الذي مات أمه وأبوه أو أحد والديه وهو فقير ويحتاج إلى عناية ورعاية فالذين لا يهتمون بالأيتام فهم من المكذبين بالدين حتى ولو صلى ولو صام إذا كان لا يعتني باليتيم ثم قال ولا يحض على طعام المسكين ينتقل من اليتيم إلى المسكين وهذا شرائح في المجتمع المساكين الضعفاء المحتاجين لا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسهم ولا يحض غيره ويقول هؤلاء المساكين لا بد أن نجمعهم في منطقة ونسيجها بالسياج ونحبسهم كما فعل هتلر أيام زمان فكان يحرق ويعذب كل من لم يكن قوي لأنه الجنس الآري لا بد أن يكون قويا ولا بد أن يكون شهما فإذا كان فيه ضعف أو مرض أو سقم تخلصوا منه وفي بعض المجتمعات عندهم ميز طبقي طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء وطبقة المساكين فإنهم يعتبرونهم سب ويرفضون أن يتعايشوا معهم ولا أن يجالسونهم بل أكثر من هذا بل يأمرون بعدم العناية بهم ولا يحض على طعام المسكين المسكين من هو؟ المسكين ليس هو الفقير المتسول لا المسكين قد يكون موظف يكون مستخدم يكون عامل ولكن أجرته ضعيف جدا وهو غير متسول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمر ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين من لا يجد غينا يغنيه فيفطن له فيتصدق عليه المسكين هو فقير لكنه لا يتسول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر المقصود أن هؤلاء عمال في البحار عندهم أسطول بحري لكنهم مساكين مجرد مستخدمين أجرتهم حد سميك في إطار الإنعاش الوطني ابقوا دائما أجر ضعيفة فكيف لهم أن ينفقوا على أهليهم وعندويهم فربنا عز وجل يقول كل من لم يهتم بالفقير وكل من لم يهتم بالمسكين فهؤلاء مطعون في دينهم أرأيت الذي يكذب بالدين وكأنهم كذبوا بأصول الدين قد يكون الإنسان ملتح ويلبس جلبابا وقد تكون المرأة محتجبة وتحمل قرآنا ولكن إذا لم يكن الإنسان يعتني بالأيتام وبالمساكين أو على الأقل يعطف عليهم ويقول لهم كلمة طيبة رقيقة فهذا كالذي يكذب بالدين إلى أن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ينتقل من هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الفقراء والمساكين بالإحسان ينتقل مباشرة إلى الذين يكذبون بالدين أنهم لا يصلون فويل للمصلين من هم هؤلاء المصلون الذين هم عن صلاتهم سهون الإنسان يسهى عن صلاته لم يقل ربنا عز وجل الذين هم في صلاتهم سهون وإنما قال عن صلاتهم سهون لو قال ربنا عز وجل في صلاتهم سنكون كلنا آثمون لأن كلنا نسى في الصلاة حتى سيدنا النبي نسى في الصلاة وسهى وأقر لنا الله تعالى وشرع لنا سجود السهو فكذلك الذي يسهى عن صلاته فرق بين أن تنسى في صلاتك في فرق كبير الذي ينسى في صلاته هذا عنده ضعف في الأجر والتواب وقد كان النبي الكريم يقول إن الرجل لا ينصرف عن صلاته ولم يحصل لا تسعها إلا تمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها الناس يصليوا جماعة ولكن الأجر مختلف بحسب النية وبحسب الخشوع فقال ربنا الذين هم عن صلاتهم سهون أي أنهم يأتي وقت الصلات ولا يصلون في الوقت دائما يؤخرون الصلات بعد الوقت وهذا حرام كالذي يؤخر رمضان عن وقته هل يعقل أن يؤخر رمضان لشهر آخر لا يعقل هل يمكن أن يؤخر موسم الحج إلى وقت آخر لا يقبل كذلك الصلات ينبغي أن تصل في وقتها ولا يجوز أن يؤخرها إلا لناس أو نائم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإتم في ترك الصلاة في وقتها إلا لإثنين النائم والناسي حتى المريض لا حجة له لأن المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنت يصلي بعينيه ويتيمم فلابد أن يؤدي الصلاة في وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون يعني كلما قاموا بعمل صالح إنما هو رياء فالذي قد تصدق على اليتيم وقد يعطي للمسكين ولكن كل ذلك رياءا وحبا في السمعة فهذا كل عمله باطل مثله تماما كالذي يكذب بالدين فالرياء هو عكس الإخلاص يقوم بأعمال حسنة ويقوم بمبادرات طيبة ولكن ليس لوجه الله تعالى بل ليقال بأنه جواد وكريم وقد جاء في الحديث إن نار جهنم لتستعيد من واد في النار أربعمائة مرة في اليوم واد خصصه الله تعالى في النار قيل لمن يا رسول الله قال لحامل كتاب الله يقرأه وهو يرأي ولمنفق ومتصدقين على الفقراء والمساقين وهو يرأي ولحاج أو معتمر يحج ويعتمر وهو يرأي ولمجاهد في سبيل الله يجاهد وهو يرأي ذكر هؤلاء الأربع اللي هم في القمة الحامل لكتاب الله والمحسن المتصدق بالمال والحاج والمعتمر والمجاهد إذا لم يكن ذلك لوجه الله فهو باطل وربنا عز وجل كان يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من ترك عملا وأشرك في غيري تركته وعمله فالشرك محرم والرياء من الشرك وكأنه تكذيب بالدين إلى أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرأون ويمنعون المعون يمنعون المعون يعني المساعدة المعون كان أيام زمان كفي بين الجيران مثلا امرأة تريد مثلا تريد تريد بعض الوسائل للطبخ تريد مثلا طنجرة تريد طبقا تريد أي شيء شيء من التوابل شيء من التوم لا بأس نعطي بعضنا لبعض والرجل يحتاج إلى فأس يحتاج إلى مطرقة المعون والمقصود كل وسائل المعون أي واحد طلب منك معاونة مساعدة وعندك يأخذها يقضي بحاجته ثم يردها إليك فلا تمنع لأن الذي يمنع يكون كالذي يمنع رحمة الله بين الخلق فالمفروض أن يكون هناك تعاون بين الخلق أجمعين هذه الصورة المباركة صورة المعون أرد ربنا عز وجل أن يصحح بعض المفاهيم وأن التدين لا يكون فقط بالتقوس لا يكون بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير من الأعمال رغم أنها أركان وواجبات ولكن أرد ربنا أن يقول بأن السلوك والعمل الاجتماعي وأثر ذلك في المجتمع هو الدليل على قوة التدين هذه الصورة لما نزلت الكثير من الصحابة بدأ يحاسب نفسه ويشكك في أمر دينه يقول لعل هذه الصورة تتحدث عني لعل هذه الصورة ربنا عز وجل يخاطبني بها شخصيا أرأيت الذي يكذب بالدين هم يعتقدون بأن الدين حق وأن الإسلام حق وأن البعت حق والنشور حق ولكن نظرا لسلوكهم هل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا هل يرطون للمساكين والضعفاء هل يرحمون الأيتام هل يرحمون المحتاجين هل يرحمون المنكسرين أما أن كل إنسان يقول نفسي نفسي ويحب المال حبا جما ويحب أن يكتنز الأموال ويحب أن ينعم بملدات الحياة ولا ينظر للفقراء والمساكين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الصورة كان الواحد منهم يبتعد بعيدا ويبدأ يبكي يقول لعلني أنا منهم من هؤلاء الذين يكذبون بالدين لطالما مر بجانبي يتيم وكان يوم عيد واليتيم محتاج إلى لباس وإلى طعام وإلى عناية ولم أهتم به لطالما كان بجانبي مسكين محتاج إلى دواء محتاج إلى من يقدم له يد المساعدة في شؤون الحياة الصعبة ولم ألتفت به ومررت بسيارة الفارهة أمامه ولم أعبأ به لعلي لعلي فكان الصحابة رضي الله عنهم يبكون كثيرا وكان التابعون كلما مروا على غاده السورة يقرؤونها فيخافون كثيرا وكل من قرأها بصدق يبكي بكاء عميقا من أعمق قلبه دون أن تدرف دموعه كان قلبه ينزف بالدم يروى أن الإمام الجنيد رضي الله عنه والإمام الجنيد هو من التابعين الصالحين قال كنت أقرأ القرآن فمرت على هذه الآية ربنا فيها يخاطب المؤمنين يخاطب أهل الإيمان لأنهم يفرطون في قضايا بسيطة اجتماعية لا يرحمون من لا يرحم لا يرحم الإمام الجنيد قال قرأت هذه الآية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون قال قرأتها وكنت أخاف وأخشى أن تطبق علي فلم أجدها تنطبق علي لم أجدها تنطبق علي ثم قرأت بعدها سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال فعرضت نفسي على هذه الصورة صورة المؤمنون فلم أجد فيها شيئا من نفسي لم أجد لا في صورة المعون ولا في مقدمة صورة المؤمنين فغفى غفوة فسمع هاتفا من السماء يقول له من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فقام الإمام الجنيد يبكي يبكي بكاء مرا عميقا ويقول نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أرجو الله أن يتوب علي فصار يبكي ويقول رباه 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 حتى سمعه الناس من الجيران وقالوا لقد أصبه شيء من الجنون لكن هذا الجنون أهل الإيمان حينما يبكون على خطيئتهم في الدنيا قبل أن يلقوا ربهم فاللهم يا رباه يا رباه تب علينا توبة النصوحة اللهم يا رباه يا رباه اغفر لنا جدنا وهزلنا وما أسررنا وما أعلننا اللهم يا رباه يا رباه اكتبنا في عبادك المؤمن الصالحين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين اشتركوا في القناة